ونبقى مع فعاليات العالمين الجديدة ومهرجانها وينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك كريم بيبر كريم المزيد من الفعاليات بالتأكيد تتواصل لديك في العالمين نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل هذه الفعاليات مستمرة منذ بداية المهرجان وحتى نهايته وربما استمعنا الآن لتقرير الزميل العزيز محمود جميل حول فعاليات سباق السيارات في مدينة العالمين الجديدة وتم اختيار مدينة العالمين الجديدة لتستقبل هذه أنواع من السباقات بعد أن تطور مركز مصر في الترتيب العالمي للطرق وترتيب أيضا البنية التحتية للطرق تحديدا لذلك تستقبل مدينة العالمين الجديدة وهذا واحد من السباقات الهامة للسيارات للدريفتينغ تحديدا وأيضا لركن السيارات أو الباركينغ كما يطلق عليه وسط المنافسة ولكن أيضا في نهاية هذا الأسبوع في الخامس عشر والسادس عشر من أغسطس تنطلق فعاليات موتورويك وهي أيضا فعاليات تستمر لمدة ثماني أيام وهذه ثماني أيام بها عدد كبير من السباقات الخاصة بالسيارات إما السباقات للسرعة أو حتى الدريفتينغ أو الباركينغ أو غيرها من السباقات بالإضافة أيضا لسباقات للموتوسيكلات ستكون موجودة والدراجات البخارية والنارية ستكون موجودة أيضا في مدينة العالمين الجديدة بالإضافة أيضا لعدد آخر من السباقات الخاصة بالسيارات هنا في مدينة العالمين الجديدة ولكن لا تقتصر الفعاليات على هذا فقط ولكن أيضا الفعاليات الثقافية والترفيهية ما زالت مستمرة هنا في مدينة العالمين الجديدة منها الثقافية الخاصة بالتراث تحديدا والمشغولات اليدوية وعرض المشغولات اليدوية في أماكن مخصصة لها في منطقة أمام المنطقة الترفيهية تم عرض التراث المصري من المشغولات اليدوية المختلفة ويتم الترويج له من خلال مهرجان العالمين الجديدة بالإضافة لذلك أيضا الفعاليات الترفيهية الخاصة بالمسرح فقد انتهت يوم السبت مسرحية السندباد الخاصة بالنجمة الكبير كريم عبدالعديز عرضت لمدة ثلاثة أيام خميس وجمعة وسبت وقبلها مسرحية الشهرة وفي نهاية كل أسبوع يكون هناك عروض مسرحية أو حتى عروض ترفيهية موسيقية غنائية في بعض الأحيان على المسرح الروماني بالمدينة الترفية بالإضافة لذلك أيضا الفعاليات الرياضية ما زالت مستمرة فنتحدث أيضا عن الكرة الشاطئية نتحدث عن كرة القدم نتحدث عن كرة السلة نتحدث عن كرة الطائرة كل هذه الفعاليات ما زالت متواجدة بمهرجان العالمين الجديدة بالإضافة أيضا لتيسيرات أخرى داخل ممشى العالمين الجديدة الفعاليات الخاصة بها السرق القومي التي تستمر يوميا أو يوما بعد يوم وأيضا الجزء الخاص الذي تم استحداثه وهو استئجار للعجل واستئجار أيضا لعدد من النشاطات الخاصة بالأطفال مثل البتناج على سبيل المثال أماكن مخصصة لهذه الفعاليات داخل ممشى السياحي بالعالمين الجديدة فضلا عن استمرار الفعاليات التي بدأت منذ أول يوم وهي بالطبع الباراموتور والطيران والسكاي دايفين وغيرها من الفعاليات الهوائية كل ذلك مستمر معنا حتى نهاية مهرجان العالمين الجديدة وبالطبع هذا لا يمنع استمرار الحفلات الغنائية في اليو أرينا وكنا استمعنا ورصدنا أيضا الحفل الخاص بالهضبة عمر دياب الجمعة الماضية وسنتظر بطبع الجمعة القادمة فرقة مصار إجباري وحمزة نمرة كل هذا يأتي ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة أشكرا جزيلا من العالمين كاريم بيبرز